وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر انتهجت مسارا غير نمطي للوصول إلى نمو حقيقي في الدولة وخلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحبية الحكومية أكد الرئيس السيسي ضرورة تغيير مفاهيم الأسرة بشأن مسارات التعليم التي يختارونها لأبنائهم بس أنا أقول لكل أسرة مصرية عندها أولاد في عداده وابتدائي دلوقتي إذا كنتوا عايزين تعملوا لأبنائكم والبلدكم حاجة خلوكوا في اللي أنا بقول لأحلم لتكلم فيه ده لازم بصلتنا كمصريين هو بيقول على المستوى الثالث اللي هو يعمل بمئة ألف وأكتر من مئة ألف كمان وأنا قلت الكلام ده قبل كده وهقوله تاني ومن غير ما أجيب أسماء دول في دول؟ في دول عندها عدد سكانها بسيط جدا جدا لا يتعدى الملايين على السابع الأدين الاثنين يعني وبتعمل في المستوى الثالث اللي دكتور عمر بيقول عليه ده بيشتغل في المجال ده نص مليون بيشتغل في المستوى الثالث اللي دكتور عمر بيشتغل في المستوى الثالث اللي ده نص مليون